ازايكم يا كمانا عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن موضوع كده مش اهتيادي قوي يعني حاجة اول مرة كان فيها القناة ومش درسة على الماشي قوي يعني بس هو ايه زي ايه؟ نتكلم عن مشروع بتاع شخص اسمه إيلون ماسك اظن فيه ناس كتير عرفاه بس اللي اللي مش عارفه إيلون ماسك صاحب بعض الشركات الكبرى في العالم دلوقتي هو شخص بدأ مشاريع كتير قوي في حياته وشخص ناجح يعني بدرجة كبيرة الشخص اللي عمل شركة تسلا وسبايس اكس ودابورينج وعمل شركات كتير قوي ناجحة وعمل ستارتابس زي باي بال وعمل حاجات كتير قوي فهو بدأ مشروع من الفين وخمستاشر مشروع ده اسمه ستار لينك ايه بقى ستار لينك ده؟ مشروع ستار لينك ده هو ان إيلون ماسك جات له فكرة ان انا ليه مطلعش اقمار صناعية بعدد كبير جدا حوالين المدار بتاع الارض فالأمار الصناعية دي توفر لي او توفر للعالم كله خدمة انترنت كويسة ورخيصة في نفس الوقت وهتقلل من مشاكل كتير قوي بتحصل بسبب مثلا ان في دول معينة مفيهاش انترنت اصلا او في دول معينة فيها خدمة الانترنت مش كويسة فده هيبسط الموضوع وهيسهله على ناس كتير قوي ان هي تشترك في حاجة زي كده بعيد عن الدولة فكرة بقى ستار لينك عبارة عن ايه الفكرة عبارة عن ان إيلون ماسك جي سنة 2015 قال انا شاف ان فيه كان فيه بعض المناطق في كندا فيها مشاكل في موضوع سرعة الانترنت وكان فيه اماكن كتير قوي فيها المشاكل بتاعت الانترنت اللي هو شايف ان فيه ناس بتستحق يعني فيه فيه معتقد كده عندي إيلون ماسك ان فيه يعني الانترنت زي الميا والاكل كده بالزبط او زي الميا والكهرباء فدي حاجة ماينفعش يبقى فيها قلة جودة او لو كواليتي في الخدمات دي فلازم ان احنا نقدم او لازم يعني هو جات له فكرة ان هو هيبقى هو عنده الاستعداد ان هو يعمل حاجة بال يعني ماديا ان هو يعمل حاجة بالحجم ده في ان هو يساعد العلم كله وفي نفس الوقت يطلع منها بروف تمام فستار لينك ابتدت سنة 2015 ابتدت بان هو كان بيطلع اقمار صناعية وابتدى الموضوع كله ووصله لحد دلوقتي في 2020 هي اكتر سنة هو طلع فيها اقمار لحد دلوقتي تقريبا دلوقتي بقى يطلع الصاروخ الفالكم بتاع سبيس اكس الصاروخ بيشيل 60 امر صناعي فهو دلوقتي طلع اخر لانش تقريبا كانت الشهر اللي فات طلع 60 امر دلوقتي بقى فيه مجمل 540 امر هو اه لان الخدمة هتبتدي تشتغل اول ما اول ما يكملوا 1000 امر بالزبط فيه دلوقتي لينك ينفع كل الناس تسجل عليه هنسيبه في الدسكريبشن كل الناس تخش تسجل عليه لان ده هيساعد كتير ان الناس ان ان احنا هنا في مصر يجيلنا انترنت كويس هيساعد ان احنا هنا في مصر الشركة تبتدي تدعم هنا في مصر وتجرب التجارب الاولانية هنا في مصر لان الشركة اصلا او ايلون موسك اه هدفه ان هو ان الموضوع ده هيبتدي فعلا يبقى جلوبل وهيبتدي فعلا يبقى موجود في العالم كله كل مدينة في العالم لما يكملوا 13000 امر فاحنا فاكيد مش كل الدول هتبتدي اول ما يبقى 1000 امر فاحنا عايزين نبقى احنا من قوائل الدول اللي هيحصل فيها حاجة زي كده ان احنا من الدول اللي بتعاني طبعا من ضعف الانترنت ومشاكل كتير بتحصل مع الشركات سواء من احتكار الانترنت او الاستغلال عن متن يعني اللي بيحصل عندنا هنا في مصر فالفكرة دي هتساعد كتير في انه يبقى فيه تحسين طبعا من خدمة الانترنت في مصر حتى لو الشركات دي حتى لو ما بعدناش عن الشركات اللي شغالوها هنا في مصر حلالاقل حاجة زي دي هتعمل منافسة هنا في مصر وتخلينا يعني وتخلي الشركات يعني يبقى عندها نشاط شوية بدل كسل اللي احنا فيه ده ان احنا فعلا انا شايف ان احنا عندنا موارد وعندنا الالتقاط ان احنا فعلا يبقى عندنا خدمة انترنت كويسة بس ده مش بيحصل بس فكل الناس مثلا يعني حتى هنا عندنا ان احنا يعني انا كيوسف لما بتصل بشركات الانت بقول لهم مثلا عايز خدمة اكتر او سرعة اعلى يعني انا مش بعاني اوي من سرعة الانترنت يعني انا سرعة الانترنت عندي في البيت هنا اللي هي اوبتو 30 ميجا بتوصل معي 21 في ناس نفس الباقة دي بالزبط بتوصل عندهم 5 ميجا فانا بيحصل عندي مشاكل ان انا فعلا حتى ال 21 دي مش حاجة كويس فانا لما بتصل بيهم بقول لهم ان انا عاوز حاجة احسن من كده عاوز حاجة اعلى من كده او خدمة على الاقل هاي كواليتي عن كده يعني فيها بينج احسن او فيها سرعة دونلود اكتر بقابل دايما رد اللي هو كفاءة خطك اخيرها كده اقول لهم مثلا عايز اعلي الكفاءة او عايز ادفع فلوس علشان ازود الكفاءة دي او تيجو تعالي كفاءة خطي ملأ مفيش حاجة زي كده ممكن تحس طيب انا مفهود اعمل يا حتى لو هدفع فلوس يعني حتى لما بقول لهم ان انا هدفع فلوس زيادة ما لا ما بيحصلش اي حاجة فالمهم يعني ان ده ان حاجة زي كده شركة ستارلينك لما بتبتدي تظهر في مصر والشركات دي تحس ان فيهم ونفسها هتلاقي الكوطة بتاعها يعني هتلاقي مثلا زيادة في احجام الباقات بتاعت الانترنت ممكن توصل لانلمتاد اصلا لما يحصل حاجة زي كده هتلاقي مثلا سراعات الانترنت بتدت تزيد هم قالوا ان هم دخلوا عندنا الياف ضوائية في مصر مع ان انا مش شايف ان ده بيحصل لان الالياف الضوائية شغلة بره في بلاد كتير قوي من زمان بتوصل سراعات لحد 500 ميجا و400 ميجا وانا مش شايف ده عندنا فمش عارف انا بصراحة مش عارف المشكلة دي فين بس احنا بنتمنى طبعا ان هي تتحل قريب وستارلينك ايلون ماسك قال ان الخدمة دي هتبقى افوردبل جدا هيبقى ليها حاجة زي طبق صغير كده هنشتريه حاجة زي الدش بتاع التلفزيون حاجة صغيرة هنشتريها هو قال موضوع طبعا لسه محدش فيهم جاب سيرة السعر مفيش اي حد من الشركة او ايلون نفسه جاب سيرة السعر بس لما كل محد بيسأله بيقول ان الموضوع هيبقى افوردبل جدا وقال ان السرعات بتاعت المشروع ده هتوصل لحد واحد جيجابيت في الثانية ودي سرعة كافية جدا واشا عايز اقول لكم ان طبعا حاجة زي دي موضوع الانترنت هيبقى جلوبل ان كل العالم بياخد الانترنت من نفس المصدر ده هيحل مشاكل كتير جدا في الليتنسي وفي البينج وفي سرعات الانترنت وفي موضوع الانترنت موضوع ان انت في حاجات معينة مش هتعرف تفتحها من مكان معين بس طبعا هيفتح مثلا مجال ان انا لو انا في وسط البحر وعايز مجاعة او عايز مثلا انترنت معينة او انا في وسط المحيط او انا في جزيرة معينة ده طبعا كل ده هيتحل بالمشروع ده بس فدي فكرة طبعا كلنا بندعمها دورنا بقى تجاه الموضوع ده ايه دورنا تجاه الموضوع ان احنا ننزل للنك اللي في الدسكريبشن نسجل هتكتبوا الايميل بتاعكو تكتبوا البوستال كود لو مش عارف البوستال كود بتاعك هتكتب على جوجل اسم المدينة او المحافظة اللي انت ساكن فيها هيديك البوستال كود بتاعها زي مسلا ست اكتوبر انا ساكن في ست اكتوبر فالبوستال كود بتاعها واحد اتنين خمسة خمسة ساتة فانا عاوز كل الناس عاوزين عاوزين اكبر عدد ممكن اه يسجل في شاركة اه في الموقع بتاعي ستار لينك تكتب الايميل زي ما قلت والبوستال كود وهتكتب الدولة اللي انت فيها اهم حاجة لازم تكتب الدولة اللي انت فيها علشان هو ده اللي هيساعد ان الخدمة تيجي عندك في الدولة بتاعتك بأسرع وقت ما وطبعا بقى احنا مش عارفين طبعا لحد دلوقتي الخ باستيجي افكار ممكن يبعتول لك ميل يقول لك ان الخدمة بتاعتك ببتده تشتغل في بلدك او يبعات لك ان انت من الناس اللي هو اللي هما شايفين ان هما عايزين يجربوا معاهم الخدمة دي من الاول طروك مسلا لان انت تجرب الخدمة دي فعايس كل الناس تنزل على اللينك تسجل وتقول لالناس او تبعت اللينك الاكتر عدد ممكن ان هما يسجلوا في حاجة زي كده لان الخدمة دي فعلا احنا من البلاد اللي محتاجين خدمة زي دي تنتشر وهتساعدنا كتير قوي على حل مشا الانترنت اللي احنا بنقابلها في البيوت معظمها وحتى الجيمرز مش عارفين يلعبوا يا جماعة دلوقتي بسبب سرعات الانترنت في مصر طبعا بقى ايه اه عاوزين نتكلم في ان في ان مشروع زي ده او خطة زي دي اه هتنقل فكرة الانترنت لقرا جديد قوي سواء في السرعات سواء في الليتنسي سواء في كل حاجة احنا حرفيا هيبقى في نت كل حتة تقريبا وباسعار المفروض ان هي افوردبل لسه لحد دلوقتي ما عرفش حاجة عن اسعار بس المفروض ان الاسعار هتبقى وان شاء الله يعني ان وهيبقى بقى في ايه هيبقى الانترنت في مصر هيبقى الانترنت في العالم كلها هيبقى حاجة طبيعية جدى زي الهواء اللي احنا بنتنفسه ده كه يبقى في انترنت كل حلو وهيبقى وسهي الحاجة واحدة مش هيبقى في حاجة اسمها ان انا افتح عالشان اه ابقى في كندا عشان اخد مسلا محتوى معين أو افتح العشان لعب على صرفات احسن او افتح عشر insp alguna ايها معين مش موجود غير في البلد دي او مش هيبقى فيه ما اظنش برضو انه هيبقى في موضوع ان في احتكار الانترنت في الصين او الانترنت المنغلق على دولة واحدة ده مش هيبقى موجود فهيبقى الموضوع احسن بكتير اظن هو مش هيبقى في اي فرق ما بين الانترنت في مصر هنا والانترنت في الامريكا والعكس فده هيحل مشكل كتير قويه quite بتحصل بسبب بطء الانترنت اللي احنا بنقابله كل يوم والمهاترات اللي احنا بنقابلها كل يوم مع مع شركات الانترنت وخدمات العملة اللي ما بتفدناش باي حاجة ومش هنحتاج نراستر الروتر تاني تمنى الفيديو يكون فاتكو وعجبكو واتمنى ان هو يكون خفيف كده يعني حاجة خفيفة كده ان شاء الله مش هيتول يعني طبعا ما تدوش اللايك والسبسكرايب والشير واهم حاجة الدعم يعني اي حد ده شايف ان احنا ممكن نحسن اي حاجة في الفيديوهات عن طريق يعني اي حد عنده فكرة معينة يكتب لنا في الكومنتات بس احنا بنرد ع كل الناس تقريبا محتاجين قراءكو في كل حاجة بتحصل عندنا على التشانيل عمتا تنسوش تخشوا تسجلوا في اللينك اللي تحت في الدسكريبشن ولما يجي لكم النت بقى بقوا فتكرونا فان شاء الله اتمنى يعني الفيديو يكون عجبكو سلام بتاع ايه بتسمع ايه ننزل في اللينك اللي في الدسكريبشن جابني انت تتعجلين طوي